شكرا لك ليليان وأهلا بكم من جديد لا يوجد ما هو جميل في الاحتلال هكذا رد مندلا مندلا حفيد رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نالسون مندلا على اختيار إسرائيل مقرا لمصابقة ملكة جمال الكون في ديسمبر القادم داعيا دول العالم إلى مقاطعتها جاء تصريح مندلا بعد تتويج للالا مسواني البلغة من العمر 24 عاما ملكة جمال جنوب أفريقيا لعام 2021 ودع مندلا المتصابقات الفائزات لمقاطعة الدورة السبعين لملكة جمال الكون التي ستقام في إيلات نظرا لاحتلال إسرائيل لأرض فلسطين وممارستها سياسة الفصل والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين هذا وقد انصحبت ملكة جمال ماليزيا وملكة جمال أندونيسيا من المصابقة وهو ما أشاد به حفيد مندلا معتبرا أن ذلك موقف بطولي وشجع وردا على مناشدة مندلا نشرت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان فيديو على انستغرام وتويتر تدين فيه دعوات الحفيد مندلا معتبرة أن هذه فرصة تحلم فيها ملايين النساء من أجل تمثيل ثقافتهن وشعوبهن على مسرح عالمي كما علقت سارة على انسحاب ملكة جمال ماليزيا وأندونيسيا بأنها مظلومة من هذه المنظمات وأضافت بالنسبة لبعض النساء وبسبب قيود السن قد تكون هذه السنة الأخيرة التي يمكنهن التقدم فيها للمصابقة وستسرق منهن فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى على حد تعبيرها الخبر طبعا أثار ضجة واسعة على المنصات الناشطة رامكي سون انتقدت تصريحة ملكة جمال العراق السابقة التي تبرر مشاركة المتصابقات قائلة لقد عانى سكان جنوب أفريقيا من نظام الفصل العنصري لكنك لم تختبر هذا وأضافت متسائلة كيف تجرؤين على الاختباء وراء فرص للمرأة لدعم دولة الفصل العنصري الإجرامية وماذا عن نساء فلسطين وما هي الفرص المتاحة لهن وقد أيدا الناشط يوسف مقاطعة إسرائيل لأنها ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهيرا عرقيا ضد السكان الأصليين في فلسطين وردا على المغردين الذين يعتبرون أنه من الواجب فصل هذا الحدث عن السياسة كتب المغرد مالك شباز هذه ليست سياسة أنها واقع والفلسطينيون يعانون بسبب نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وأن احتلالهم غير القانون لفلسطين جريمة حرب وعلينا جميعا أن نلعب دورا لإنهائه